اللي كنا خايفين منه حصل وحضرتك زي الباشا هتروح تشتري هيقولك الحساب بالدولار يا بي وده اللي حذر منه التجار فهل فعلا عاوزين يبيعوا للناس بالدولار؟ أزمة في سوق الأجهزة الكهربائية ما حصلتش من 40 سنة وده باعتراف جورج سيدرا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية اللي قال أنا بقالي في المهنة 40 سنة ما شفتش اللي بيحصل ده قبل كده والوضع مش طبيعي وعلشان تفهم إيه اللي خلاه يطلع يقول كده في مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب لازم تركز مع شركات الأجهزة الكهربائية وحسب سيدرا الشركات بترفع الأسعار على التجار بمجرد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية 2 جنيه ولا 3 جنيه ورغم كده لو الدولار سعره نزل بعدها الشركات بتفضل مثبتة أسعارها بدون تخفيض عشان كده جالهم زيادة في 1 نوفمبر وكمان زيادة تانية في 1 ديسمبر وبما إننا المفروض داخلين على آخر السنة ودي بتكون فترة عروض عدد من الشركات بلاجة التجار إنها ترفع السعر علشان تعمل عروض أول يناير يعني دي كلها تبقى عروض وهمية بس الصدمة الأكبر بقى إن في شركات طلبت من التجار الدفع ثمن البضاع بالدولار بس رئيس الشعبة كان رده محدد وقال لو أنت عايز التاجر يدفع بالدولار اسمح له يبيع بالدولار وده اللي حذر منه عمر أديب لأنك بكده بتلقي إيمة الجنيه وهتبقى رايح في سكة لبنان والانهيار اللي حصل فيها وأكيد كلنا متابعين اللي حصل في سعر الدولار الأيام الأخيرة لأن كلنا اتفاجئنا إن سعره نطل 52 جنيه خلال ساعات معدودة علشان بعدها بكام يوم ينزل لـ 45 جنيه ودلوقتي سعره رجع زادتاني علشان يوصل للـ 49 جنيه يعني تقدر تقول إن السوق السوداء فيها فوضى ما أحدش فاهم سببها إيه خصوصا إن الشارع مقسوم نصين نص بيقولك التعويم جاي جاي ونص بيقولك ملف التعويم ده يقفله بالضبة والمفتاح لأنه مش هيحصل فمن ناحية هتلاقي الوكالات العالمية بتقولك إن التعويم هيكون بعد الانتخابات الرئاسية أما في ديسمبر 2023 أو البنك المركزي هيستنى شوية وياخدوا القرار في أول السنة الجديدة ومش بعيد سعر الدولار في البنك يبقى بـ 39 جنيه بس فيه خبراء بيقولوا لك لأ الحكومة والبنك المركزي مش هيقربوا من الجنيه لأن تكلفة القرار هتبقى كبيرة جداً وهترفع الأسعار على الكل ولو فاكرين الرئيس السيسي تلعب وقال إن سعر الصرف المرن أمر مطلوب لكن لو ده هيمس الناس وعاشتهم فكده يبقى قضية أمن قومي ومحدش هيقرب منه كمان تقدر تقول إن لهجة صندوق النقد بخصوص الوضع في مصر اتحسنت شوية يعني مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا من كم أسبوع كانت بتتكلم الدقيقة التعويم مهم وإن الحكومة في مصر بتأخر خطوة مفيش مفر منها إنما دلوقتي بتعلن دعمها الكامل لمصر وكمان بينقشوا زيادة المبلغ المخصص لمصر لأكتر من 3 مليار دولار بس طبعا لقبطة الدولار رفعت معها أسعار معظم السلعة من أول السكر لغاية التلاجات والغسلات تفتكر إن الحكومة بتاجة تبين العين الحمراء للشركات والتجار أكتر من كده ولا الأزمة فعلا برق ديهم وكل واحد بيدور على إزاي أبني شغله طيب شايف إن التعويم هيحصل ولا البنك المركزي هي البديل ترجمة نانسي قنقر